المصر القديم ذات نفسه عندما نحت هذه النصوص وهذه الرموز المصرية القديمة اللي أطلق عليها بعد كده بألاف السنين كلمة هيروغليفية جاي أصلا من كلمتين في اليونانية أصلا يعني كلمة هيروغليفين دي دي كلمة يونانية في الأصل لكن المصر القديم ذات نفسه سماها الرموز الحروف المقدسة رموز الأرباب رموز المعبودات فبالتالي حضرتك وأنا وكل اللي في الستوديو دول ما كانوش بيكتبوا هيروغليفي الهيروغليفي دي بتاعة الملك بتاعة النبلاء الكبار بتاعة الملكات بتاعة الأميرات الأمراء الناس اللي هم في كاليبر أو في الهرم الوظيف العالي في البلد إنما بالنسبة للشعب والعامة كان لهم طريق كتابة أخرى اسمها دي مطيقية جاي من ديموس جاي من العامة يعني ودي كانت زي النسخ والرقعة كده تقريبا اللي هي الهيروغليفية بس بسرعة لسه مش حامل بقى البومة بقى بالريش وبتاع زي ما الملك بقى فيه فنانين رايقين قاعدين في المقبرة بقى بيفننه ايوه فده بالنسبة أما بالنسبة للمقولات كلمة المقولات أو لفظ المقولات السحرية ده كان المصري القديم بعض الكهنة كانوا بيؤمنوا بأن لهذه الكتابات والرموز الهيروغليفية تأثير سحري سوف ينقل هذا المنظر إلى الحقيقة في العالم الآخر يعني مثلا لو الملك عايز يبقى شاب بعضلات فيترسم وجنبيه النص النص دوت منوط به أنه يحول الملك في الحقيقة الأخرى إلى شاب وسيم جميل بعضلات مثلا لكن هي مش لغة الصحراء لكن هي مش الصحراء لكن هو كان يعتقد أنها كانت مقولات سحرية تحول هذه المناظر من على الجدران إلى الحقيقة وأخيراً هتلاقي في بعض الأحيان يرسم لك ثعبان أو ينحت لك ثعبان هنا بقى ويروح قطع راسه وما يذكرش راسه في الرسمة تلاقي تعبان من غير راس وكأنه يقول أن أنا بشيل الخطر من على هذا الكائن سم التعبان السم بتاعه جميل جميل أول دي بداية موفقة نروح للاتقارات والاختراعات بقى عند المصر القديم نبتدي بقى بالموضة نشوف الحاجات اللي هي يعني أثرت قبل كده وفضلت ممتدة معانا مزبوط نحن مش مفصولين برضو خالص خالص ده هي ميستك هي ميزة حضارتك كده هي ميزة عادة أننا فيها استدامة أن اللي بيحصل من ألف السنين موجودة اللي بين قدامنا ده يا فندم قطعة من الكتان مش عايز أقولك قلب الدنيا أولاً كتان يعيش أكتر من 3000 وي سنة ده شكل حاجة مجهولة ما هو منسوج ما هو كتان منسوج هي دي من المنسوجات القديمة ده يرجع إلى عصر ملك شهير جداً عندنا في تلك المصر اسمه رمسيس الثالث أبوز دماغكم من فوق مش التاني المشهور هم 11 رمسيس حاكمه مصر بالمناسبة مش رمسيس الثاني بس اللي انتوا عارفينه رمسيس الثالث كان معروف عنه أنه هو كان رجل عسكري كان رجل قائد رهيب وفي عصره حصل انتصار للبحرية المصرية بص الكلمة عاملة إزاي ما تسمعاش كتير الجملة دي البحرية المصرية منقطع النظير اللي انتوا شايفينه قدامكو دهوت هو قطعة من حزام كان للملك رمسيس الثالث ساموه بالإجليز الجردل اللي هو فكرة الحزام وكمان الحزام ده كان 5 متر وي طوله من الكتان المنسوج الملون هنخلينا على الصور دي عشان هنعلكو حاجة غريبة جدا في التفصيلة بتاعتها لقوا من الملك ما كانش بس بيلبسه كحزام ده كمان كان بيطلع يلف لانه 5 متر وي 5.2 يعني 5.2 متر فكان بيطلع على بطنه وعلى صدره وبالتالي يستطيع أن يستخدمه كصدرية في الحروب آرمر يعني آرمر بالضبط نحن ننظر إلى أول تقريبا واحد من أقدم أفكار الآيش الناس اللي دخلت الجيش يعرف ايه هو الآيش اللي هو الحزام القماشي اللي بيلبسه الجندي واللي بيلبسه العسكري المصري بصوا كويس يا مصريين يا عرب يا كل الدنيا اللي بتتفرج علينا هتلاقوا المصر القديم ما بيعمل لكش حزام من الكتان منسوج عبقري عادي لأ برضا في زيادة على العبقرية بصوا فوقوا بصوا تحت هتلاقوا علامة عنخ فاكرين الحلقة بتاعت الإسبوع اللي فات لما قلنا فيه عنخ وحضرك قلتلي ده اللي احنا بنسميه مفتاح الحياة قلتليك وفيش حاجة يسميه مفتاح في مصر القديم بتاعت الحياة وبتاعته هو عنخ أي العايش أو الحياة هتلاقي صف من العنخ تحت مقلوب وصف من العنخ فوق شوفوا مقلوبة يعني هي كالحياة بس مقلوبة وبعدين تحتيها فيها زجزاج الزجزاج ده وكان حرف النون في مصر القديمة زي ما اتفقنا وكان موج للمية فتخيالي بقى موج للمية وحياة في آيش عسكري أو حزاب عسكري وصدرية وأرمر لصد الأسهم وصد الحجاب بتالعب